البنت الجميلة والرجل القبيح حكاية من التراث الفرنسي أرجوك سامحيني يا ابنتي والدي لا تقول ذلك لا داعي للقلق علي للمرة السابعة عشرة يعتذر والد بيلي لابنته منذ أن دخلوا الغابة المهجورة لو لم أفعلها حدث ذلك قبل ثلاثة أيام لقد دخلها والد بيلي بعد أن فقد طريقه بسبب عاصفة ثلجية هوجاء وبعد أن تجول في الغابة المجهولة وصلا إلى قصر المهجور كان المكان غريبا كان الجو في الخارج باردا وفي داخل القصر كان الجو دافئا حيث الزهور الجميلة لم يصدق والد بيلي ما شاهدته عيناه فقد سحره جمال الورود المورقة وبهجتها لقد تذكرت لقد طلبت ابنتي أن أجب لها بعض الورود ولكن اقتطاف والد بيلي للورود أزعج ساكن القصر القبيح أنت مذنب لأنك اقتطفت زخوري الجميلة في الوقت الذي أنقذت فيه حياتك من موت محقق إذا أردت أن تنقذ حياتك عليك أن تجربتك إليه وإلا قتلتك في الحال بيلي مفضل وأنا موت على دراك تضحين بحياتك من أجل هذا القبيح كلا يا أبتي حدث هذا بسببي لو لم أطلب الزهور لما حدث ما حدث أبي أرجوك لا تقلق واضطر الوالد أخيرا على الرضوخ لطلب ابنته وكان الفراق قاسيا سامحيني يا ابنتي مع السلامة يا أبي مع السلامة يا ابنتي وهكذا فارقت بيلي والدها وعندما استعادت البنت الجميلة وعيها وجدت نفسها في قصر ضخم بعي لم ترى مثله من قبل مرحبا بك في قصري يا بيلي لقد عشت وحيدا طوال الوقت في هذا القصر كيف حالك يا سيدي؟ أرجوك أن تسامح والدي لاقتطافه الوردة من حديقتك يا لها من الموسيقى جميلة عذبة شكرا لك أنت أجمل من الموسيقى يا بيلي اذهبي إلى غرفتي والدي وهكذا بدأت حياة بيلي في القصر مع القبيع اطلبي ما تشاهين وسوف تلبى جميع طلباتك ورغباتك ورغباتك هكذا وبكل احترام خاطب القبيح بيلي بالرغم من ذلك كانت بيلي تعيسة وكانت تفكر دوما بوالدها لم تكن بيلي تشاهد القبيح إلا وقت تناول الطعام لقد كانت هناك شمعة واحدة لبيلي وكان القبيح يتناول طعامه في الظلام كي لا تراه بيلي وتفزع من شكله وكان القبيح أيضا يتكلم بصوت منخفض جدا بيلي أرجوك تزوجي وكانت بيلي تسأله وإذا رفضت الزواج هل ستقتل أبي؟ كان القبيح يتألم من سؤال بيلي ولكن سؤالها لم يمنع من أن يسألها ثانية وثالثة ورابعة وفي يوم من الأيام وسرت يحضر سأن هو سوف يجب نعالجك هي أسرب أسرب ولكن هي قريبة قريحة جدا لا يهم غريب حقا لم تلاحظ بيلي قباحة يدي ولا تدري لماذا لم تلاحظ ذلك وفي يوم من الأيام تمرد والد بيلي وأشرف على الموت ابنتي كما أود أن أراك قبل أن أموت وعكست المرآة لبيلي حالة والدها المريض والمشرف على الموت والدي مريض أعرف ذلك وإذا رآك سوف يشفى حقا؟ إذن هل ستسمح لي بزيارة أبي؟ ولكن بشر أن تعودي بعد أسبوع أسبوع؟ حسنا آيدك آيدك هذا وعد هذا وعد يا بيلي ووعد الحردين أنا أحتاجك يا عزيزتي كما يحتاج إليك والدك تماما وإذا لم تعودي فسوف أموت من شدة الحزن أبي لا تنسي أبي 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 وشارث الأسبوع على الانتهاء ولم تعد بيلي كما وعدت القبيح مالي قيل أنت يا حبيبتي إن الفراق سيعطقني مالي 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 أبي يجب أن أعود إلى الغابة يا أبي ابنتي لا تعود إلى ذلك المكان الحقير أرجوك ماذا أفعل يا أبي إذا لم أفي بوادي سيموت أبي مع السلامة مالي أرجوك يا أولي مالي أرجوك ابتغر مالي بينما كانت بيلي تقطع المسافة على ظهر حصانها سألت نفسها لماذا هي هكذا مهتمة بشأن هذا القبيح لماذا تريد العودة بسرعة إليه في هذه اللحظة شعرت بيلي بأنها تحب القبيح سيدي 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 لا تمت أرجوك لا تمت أنا أحبك أرجوك لا تمت أنا أحبك أحبك لا تمت لا تمت أرجوك 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 أنا أحبك وحدث شيء غريب مستحيل شيء غريب لم يكن القبيح سوى أمير وسيم حكمت عليه الظروف وبتأثير من امرأة مشعوذة أن يتحول إلى إنسان قبيح ولن يتغير شكل القبيح إلا إذا أحبته بنت جميلة نستخلص من هذه الحكاية الغريبة حكمة رائعة هي أن الجمال ليس بالشكل وإنما بجمال الروح